منذ افتتاحه بمارس الماضي لا يزال مركز الأمراض التنفسية بمحلة جرمى ببلدية الغرفة مستمر في تقديم خدماته للمواطنين حيث يستقبل ما يقرب من 300 حالة يومية العمل بالمركز خلال 24 ساعة مقسم إلى 3 دوريات عمل جؤوب بصراحة من ضمن العناصر الطبية وطبية المساعدة والعملين بالمركز ننتهز الفرصة هذه الناشط فيها الجهات المختصة بمنح علوات تمييز وحوافز للعناصر الطبية والطبية المساعدة المساهمة معنا ومشاركة معنا في هذا المركز المسؤولون عن المركز يقولون إنه بحاجة إلى دعمه بالتجهيزات والمعدات اللازمة لسير العمل إضافة إلى توفير أطقم طبية في مختلف التخصصات الطبية يحتاج إلى دعم هؤلاء العاملين منضحين بأرواحهم بحياتهم في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين ولذلك يحتاج أن لا بدأ الوزارة تقف معهم تحسن من دخولهم تعطى لهم منح إضافية مقابل الجهد الإضافي والعمل الإضافي لأن ما ننساش أن هذا المركز يشتغل صباحا من مساء من الصباح إلى آخر الليل ويشتغلون بإمكانيات بسيطة بدخل متواضع ولكن الروح الوطنية وإحساسهم بالمسؤولية هو الذي جعلهم حقيقة يتفانوا ويضحوا بهذا الجهد ولذلك يجب أن يجابه ويقابل ذلك بمقابلة حسن من المسؤولين على مستوى الدولة لتقديم خدمات الأفضل المسؤولون والعاملون بالمركز يطالبون وزارة الصحة بسرعة صرف المكافآت المستحقة لهم ودعم المركز بالإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر